السلام عليكم معكم أحمد حتاحيت في الفيديو اليوم حنتكلم عن كيفية طباعة التقارير هاي التقارير عندي ملخص الأرباح تبعي ضمن فترة معينة عندي الشارتز اللي عملته وهلأ حابب أطبعه عشان قدمه للمدير تبعي أو لخليه عندي إراع على مهلي أنا فأول شي بعمل تعديلات بسيطة أني بحط view الطبعة page layout بس حط view الطبعة بيطلع لي رأسا شو فيني أطبع وشو ما فيني أطبع شو الأجزاء المتاح طباعته وشو لا فلو قفتهم بلاي الشارتز رايح نصو في هاد الهواميش في عندي الابر والفوتر هدول فيني يدخل فيهم إما رقم الصفحة أو فيندخل تاريخ اليوم فيندخل شعار الشركة هون من insert picture بس طبعاً ديكون إياسه جيد فيندخل الTIME اللي ينطبع فيه هاي الأشياء عادة ما نحطها نحن بالآخير فلما أنزل لتحت على الفوتر بحطهم مثلاً تاريخ أو الوقت اللي ينطبع فيه ممكن أنه أحط عدد الصفحات المطبوعة أو رقم الصفحة اللي عم بطبعة تفرق number of pages أو page number بعدين ممكن نروح على page layout واختار الصفحة تبعي هل هي عرضية أو طولية فالطولية بلاحظ أنه لسه ظغرت أكتر أنا حالياً بدي عرضية التقرير تبعي بالعرض إياس الصفحة A4 المارجن اللي هو هذا الفاضي ممكن أعمله خفيف كتير ممكن أعدل بالأعمدة اللي عندي الفاضي وهيك ظغره فلما ظغره بصير في مكان أكبر مشان يسعى الخط البياني كامل وأنا شوي بظغر الخط البياني تبعي هيك تقريباً بسحبه بالحالة بلاقيه وسع تمام ساوي هيك تحت هلأ في عندي اختصار لوحة المفاتيح Ctrl-P لما أروح على Ctrl-P هاي صفحة الطباعة عندي خيارات سريعة أول شي بنقي الطابعة بعدين بنقي Print Any Sheet بدي إياها إذا كان document كله فبحط من واحد لعدد الصفحات اللي بدي إياها وإذا كان بدي إياها كله خلاص بيتركها فاضي أو ممكن إله Print Entire Workbook خلاص حدد لي هات كله ما في من صفحة لصفحة وأنا ما بيشمل لي هاد الحكي كل الصفحات اللي أنا طبعتها قبل هلأ ممكن إله Print Selection يعني يكون محدد مجموعة خلايا قبل ما فوت على Ctrl-P وبيعملك Print Selection بس هلأ في عندي خيار أن الصفحة بالطول ولا بالعرض إياها الصفحة وكله اخترناه نحن ببيج Layout فنحن لأيناه أصلاً مزبط المارجنز تبعي ناره ولا لا بعدين بيجي لخيار تاني هون أنه هون خيار العرض تبعي وخيار اللي جنبه أنه بيعرض لي الأعمدة اللي جوات الصفحة الكتاب عدل عليها هي هدول فأنا ممكن أصير عدل على الموجودين هيك بدون ما اضطر أرجع على الصفحة الرئيسية زود ولا نقص كبر أو زغر هاد الشي بخليني وفر عليه أنه أرجع على الوركبوك الرئيسي على الشيط وأعود عدل عليه هون بعدل رئيساً مع View مباشر بختار عدد النسخ بعدين بضغط على Print وبما أنه أنا عندي ما في طابعة فاخترت Print PDF يعني صدر ليها كPDF وبس لانتهى الطبعة بيفتح لي الوركبوك اللي أنا طبعته نحنا كانوا فينا نعدل الشارت التبعي أعمل رجوع أفع الشارت غير Design تبعه لـ Design أبيض مشان نخفف حبر إذا ما يعني الحبر الأسود بيطلع الشارتس الحبره تقيل على الورقة والورقة طلع شوي مجعلك من الحبر من كمية الحبر اللي أختته فدائما نختار شوي ألوان زاهية مشان هاد الموضوع وهاد كان درس اليوم عن كيفية طباعة التقارير كان معكم أحمد حتاحي